بعد أن قرئت القراءة الأولى والثانية يبقى قانون الموازنة معطلة لم يستطع البرلمان التصويت عليه لعدم اكتمال النصاب القانونية لا سيما مع استمرار رفض الكتل المعترضة على تمريرها بصيغتها الحالية حقيقة بقيت لدينا هذه الورقة الأخيرة في المسبة للموازنة قرئة القراءة الأولى وقراءة الثانية يعني عدم التصويت عليها يعني ماكو أجواء ومناخات ويكسر النصاب عندما تطرح للتصويت فارتأت هيئة الرئاسة أن تشرك الرئاسات الثلاث في مناقشة هذه الأزمة والوصول إلى حلول مقنعة للطرفين أنا أعتقد على احتاب اجتماع قائم يعني سيحدث هذا الاجتماع بعد عودة الأخ رئيس بزراء نواب أكدوا الاتفاق مع الحكومة على صيغة توافقية لكن الحكومة لم تفعل هذا الاتفاق على أرض الواقع الأمر الذي يبقي حال قانون الموازنة على ما هو عليها الموازنة الآن هي جاهزة للتصويت وبعد أن تمت قراءتها قراءتين وتم إبداء الملاحظات وطبعا نحتاج إلى درجة معينة من التوافق حتى يتم الدعوة إلى جلسة يكتمل فيها النصاب ويتم التصويت على الموازنة لحد هذه اللحظة اتفقنا مبدئيا لكن لم يترجم هذا الاتفاق على صيغ قانوني في الموازنة وإذا لم يترجم ويدخل بشكل رسمي بكتاب رسمي من القائد العام للقوة المسلحة ورئيس المجلس الوزراء السيد العبادي بأن يرسل كتاب رسمي لإضافة هذه الصيغة التي ما اتفاق عليها سيكون تحارف القول العراقية متمسك بعدم دخوله لإقرار الموازنة وبحسب نواب فإن البرلمان لا يستطيع تمرير الموازنة دون الوصول إلى اتفاق مسبق مع الكتل المعترضة والتي تؤكد عدم دخولها لأي جلسة يدرج على جدول أعمالها قانون الموازنة من بغداد فراس الدوليمي